لبيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية في العاصمة نواكشوت وجهة لكثير من المواطنين الراغبين في العمل ويقبل الشباب بشكل كبير على هذا السوق لما يوفره من فرص للعمل في العديد من المجالات المهنية المدرة للدخل مهن مختلفة يزاولها المواطنون هنا بسوق نقطة ساخنة وفر من خلالها الكثير من الشباب العاطل عن العمل لأنفسهم فرص عمل مدرة للدخل تقيهم شر الخصاصة رغم ما يجدون فيها أحيانا من مشاكل تتعلق في الغالب ببيع وشراء الهواتف المستعملة هذه المرصة من فتحة أنها فرصة الحمد لله ولله الحمد عايش فيها ياسم من المجتمع وعايش فيها الناس وعايش فيها الناس الواضحة وفي الناس الحمد لله اللي يقير فمس أولي أخرى خالقين واحدين فتحتهم الفرصة على أن هاي المرصة اللي هي شاكي على أنه هون قاعدة فيها شي من الشعب هون عايش فيها وعايش فيها عياله على أنه لا سارك ويهتفزوا به الفرص ويجي واحد ما مصروق عدي الشي ولا يقير ينتهز الفرصة على هذه المرصة اللي هي اسمها خاسر على أنه فيها الناس اللي ما هي واضحة كنا نعانوا من البطالة ونعانوا من قلة العمل لذا جينا لنقطة ساخنة هون عدنا نتاج رفتلفونات بيئهم لذا نحن كشباب نبقى الشباب العاطينين على العمل يجوا يستثمروا من هذه الفرصة نادرة باع المتجولين اللي بيئوا تلفونات اللي واحدين أحيانا يجوا هون ويشوا تلفون ولا يعرفوا مشاكلها والله علالها والله زاد من مصدرها اللي جاي منه مني الله بعد اللي حد يأس يلا شخص يشوي اللي ما عنده حد موذوق والله حد زاد عنده حد يقد قران تيله حيوانه باعة متجولون ومحلات ذابتة لبيع بطاقات التزويد والأجهزة الإلكترونية ولوازمها بجديدها ومستعملها إضافة إلى ورشات لإصلاح هذه الأجهزة حذقها بعض ممتهنيها بعد تكوين نوري نذته الممارسة الميدانية والتعامل مع هذه الأجهزة بمختلف إنواعها قرينا في الخارج وجاينا يكملنا قرائتنا هون وماشاء الله قرائي واحد ما يكفي لا بد تعود مولي معه لا براتيك إن أحد قائلين يود معدف معدل براتيك الإسperience يقدر الجبرو إلا في براتيك الحمد لله راين نهول با عايشين فيها الحمد لله رب العالمين ونشبرو الزبناء ويجيونا مولي على حسب الزبناء وتوه فيهم شي ما عنده مشكلة فيهم شي مولي لا مشاكل غير إلا أنت والتعرف كيف هي تشتغل مع الناس وتوه نحن نقعد في رواية يالتو يعود يتطور فيه نتقدم مع العالم ونحن نتحاوله والجهزات نفتحه كل شي ونعدله كل شي بينما خبرها البعض الآخر من خلال التجربة ما يعكس جانبا من ذكاء الإنسان الموريتاني وقدرته على اقتحام مجالات فنية دقيقة لا تتأتى معرفتها في الغالب لغير المتخصصين تجاربا ما كنا نعرفها في فصل البداية ما كنا نعرفها لما عرفناها الحمد لله استفدنا منها طرعونا هناك شيء من الجهزة كانوا عندنا وسط عرفنا موليش نحن ما كنا نعرفه كيف تبديل المرأة وكيف تبديل الشاشة وتعدال كونكترات وميكروات عند خلقات من العمل ما كنا نعرفه الحمد لله استفدنا منه الحمد لله حانا دود من 2006 إلى 2005 نحن نقول الحمد لله في هذه التجارب والحمد لله ما قطر نجبرنا به نعياه ونجبروا شمال أشخاص ما عندهم مشكلة نعادلوا شمال العمل يخسر علينا ويعياه وملي يعياه وملي الله نسامح معهم يعياه وملي يلزمون أحيوانهم هذا ويقبل المواطنون بشكل كبير على هذا السوق لشراء وبيع وإصلاح هواتفهم وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من عكس بشكل إيجابي على حياة العاملين فيه اشتركوا في القناة